اشتركوا في القناة حافظات للغيب بما حفظ الله فالمرأة الصالحة بها صلاح المجتمع كله رجالا وأبناء وهذه الجملة لا مبالغة فيها فبصلاح المرأة ينصلح المجتمع لذا أكثر الله تبارك وتعالى من ذكر المرأة وأحكامها وآدى بها في القرآن الكريم وكذلك في السنة النبوية المطهرة أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم من ذكر المرأة وآدى بها ومعض أحكامها والوصية بها وما ذلك إلا لعظم مكانة المرأة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل نساءنا من النساء الصالحات وأن يقر أعيننا بهن نساء أزواجا وبنات اللهم أمين أيها الإخوة والأخوات في هذه الحلقة نتكلم عن شيء في غاية الأهمية بمكان بالنسبة للمسلمين جميعا وللمرأة خاصة وهي أن تصحح المرأة معتقدها في الله ومعتقدها عموما في أحكام دينها المرأة ذات العقيدة الصحيحة امرأة موفقة لأن بالعقيدة الصحيحة يطمئن نفسها بالعقيدة الصحيحة تبث الخير لأولادها في البيت المرأة الصالحة صاحبة العقيدة الصحيحة تدخل جنة ربها بسلام لذا واجب على كل نساء الأمة أن يعتنين بالعقيدة الصحيحة بالله تبارك وتعالى بأن الله هو مدبر الكون وأن الله تبارك وتعالى هو الرزاق فلا تحمل زوجها على الأكل الحرام تعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الذي يهدي الأبناء أو يضلهم فإذا رأت ابن من أبنائها فيه بعض الأخلاق السيئة دعت الله وأكثرت من الدعاء لماذا؟ لأنها تعتقد أن الهداية بيد الله المرأة الصالحة صاحبة العقيدة الصحيحة لا تحمل زوجها على الدخول في صفقات ربوية أو أكل أموال الناس بالباطل بل تحذر زوجها من أكل الحرام وتقول له اتق الله اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن عوججت عوججنا تقول وتحث زوجها أن يقيم الصلاة وأن يؤدي زكاة الله في أمواله المرأة الصالحة صاحبة العقيدة الصحيحة هاجر عليها السلام امرأة إبراهيم لما أنجبت إسماعيل أخذها إبراهيم وولدها إلى مكان صحراء جرداء لا ماء ولا نبات ولا طعام فوضعها إبراهيم عليه السلام وتركها فظلت تنادي عليه يا إبراهيم يا إبراهيم لمن تتركن هنا كيف تتركن في هذا المكان وأنا مرأتك وهذا ولدنا الصغير وإبراهيم عليه السلام يمضي في طريقه ممتسلا أمر الله تبارك تعالى فلا تأخذه شفقة في أمر الله طالما أن الله أبر بذلك وهو العليم الحكيم فلنمتسل ولنقل سمعنا وطعنا يا إبراهيم لمن تدعنا لمن تتركنا هنا فقالت هاجر بعد أن نادت كثيرا قالت آه الله أمرك بهذا هذا بأمر الله قال نعم قالت إذن لن يضيعنا هذه العقيدة الصحيحة العقيدة الصحيحة السليمة التي تنجي المرأة من مشاكل كثيرة في حياتها مشاكل عموما ومشاكل زوجية العقيدة الصحيحة فلتحسن نساؤنا عقيدتها في الله عقيدتها في دينها عقيدتها في تدبير الأمور آه الله أمرك بهذا قال نعم قال إذن لن يضيعنا واطمأنت واستقرت نفسها ثم كان من شأنها ما كان هاجر عليه السلام رفع الله ذكرها الناس تسعى بين الصفة والمروى تشبها بها إلى غير ذلك من كراماتها كذلك من النساء أو النسوة التي حسنت عقيدتها امرأة فرعون امرأة هذا الجبار كانت تحت رجل أكثر جرما في الأرض وعتوا وفسادا في الأرض لكنها كانت امرأة ذات عقيدة صحيحة وصالحة امرأة صالحة قال سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا للذين أمروا امرأة فرعون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ثم قال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين هن القدوات للمسلمات مرأة فرعون ومريم هؤلاء قدوة لبنتي وابنتك ولزوجتي وزوجتك فقال الله تبارك وتعالى فيهن كما سمعتم من حسن الثناء العطر لماذا؟ حسنت عقيدتهم وأعمالهم المرأة ذات العقيدة الصحيحة هي التي تشكر ربها لأنه المنعم سبحانه وتعالى لما أتى إبراهيم الخليل يزور ولده إسماعيل بعدما كبر وتزوج قال كيف حالكم؟ قالت والله في شقاء وتعب ما طعامكم؟ قال ما نجد طعاما وظلت تشتكي وتشتكي فقال إبراهيم الخليل إذا جاء إسماعيل فأقرئيه السلام أو فأقرئيه مني السلام وأخبريه أن يغير عتبة بابه هذه المرأة الشكاية البكاء التي لا تشكر نعمة الله والتي ساء معتقدها في الله هذا ما يحسن المكث عليه فغير عتبة بابه إسماعيل وتزوج مرأة أخرى فذهب إليها ثم ذهب يزورهم فلم يجده أيضا قال ما طعامكم؟ قالت الحمد لله اللحم وكيف عيشتكم؟ الحمد لله في هناء وفي خير وذكرت خيرا في المعيشة وحمدت الله وأثنت عليه فقال إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام إذا جاء إسماعيل فأقرئيه مني السلام وأخبره أن يثبت عتبة بابه المرأة ذات العقيدة الصحيحة تربي أولادها ذلك تربي أولادها مراقبة الله تبارك وتعالى تربي أولادها الأكل الحلال لا تأخذ شيئا من غيري من صاحبك يا فلان وتنصح ابنها المرأة ذات العقيدة الصحيحة والمرأة الصالحة تربي ابنتها على العفة وعلى الحجاب وتربي ابنتها على العقيدة الصحيحة والاحترام زوجها المرأة ذات العقيدة الصحيحة توقّر ربها تبارك وتعالى وتوقّر رسوله وتوقّر ما ذكر في القرآن والسنة العقيدة بالنسبة للنسوة بالنسبة للنسوة يعني ما يصح أبداً امرأة تكون مصلية مزكية ذاكرة لله ثم تشرك مع الله أحدا فلابد الانتباه في العقيدة أول خطوة من خطوات الصلاح للمرأة إذا أرادت المرأة أن تكون امرأة صالحة أول خطوة حسني العقيدة حسني العقيدة مع دعاء الله يا ربي اجعلني من الصالحات والمرأة تدعو الله كثيراً بذلك فقال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لما يشاء نسمع كثير من النسوة مثلاً تحلف بغير الله تحلف بالنعمة تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم تحلف بالكعبة تحلف برحمة فلان إلى غير ذلك وهذه الأمور لا يجوز فنقول وبالله التوفيق حسني عقيدتك تكون امرأة صالحة نسأل الله تبارك وتعالى أن يصحح ويحسن عقيدتنا وأن يجعلنا من الصالحين ونسأله تبارك وتعالى علماً نافعاً ورزقاً طيباً وعملاً صالحاً متقبلة هذا وصل اللهم علينا محمد وعلى آله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر